توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار الرعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات وتؤدي إلى تدفق سيول على صحاري وهضاب وسواحل محافظات شبوى وحضر موت والمهرة خلال الأربعة وعشرين ساعة القادمة وقال المركز إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تؤدي إلى تدفق السيول على صحاري وهضاب وسواحل محافظات شبوى وحضرموت والمهرة وأجزاء من محافظات ريمة، ذمار، إب، تعز والضالع ومرتفعات لحج وأبيان والبيضاء ومأرب وأجزاء من محافظات صعدة وحجة والمحويت وعمران وصنعاء وأشار المركز إلى اضطراب البحر على السواحل الشرقية والجنوبية ومضيق باب المندب كما حذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد وحذر كذلك سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل أو تشكل ضبابي ومن الانهيارات السخرية ونصح بعدم عبور الجزهور الأرضية أثناء تضفق السيول كما حذر مرتدي البحر والصيادين من اضطراب البحري وارتفاع الموج موسيقى